يبقى السي بي سي لو عد دم هنعمل انزيمات هنعمل وظائف الكبد عند السي بي سي قبل ما ننطلق للنقطة الثالثة السي بي سي برضو فيه ناس تقولك إيه لأ إنت جبتلي السي بي سي وطلع أنيميا بس ما قلتليش ده ناقص حديد ولا ناقص بيه مش عارف إيه معي دي البيزيك دي البيزيك اللي هي الأولية طلع أنيميا نعمل تحليل فيه بقى لا بقى لقيت بقى الهيموجلوبين واطي بقى أنا داخل في أنيميا أبدأ بقى أشوف ايه التحليل المفروضة أطلوبها للأنيميا ده دور الدكتور بقى ده دور ده عشان كده أنا دايما بقول يا جماعة التحليل دي زي البدلة البدلة اللي أنا بلبسها غير ممكن ما تلاقش عليه حتى لو نفس المقاس أفصلها على حسب المريض لو أنت عايز بيزيك بس هو ده البيزيك اللي هو سي بي سي وظيف الكبد بالكامل اللي أنا قلتهم وظيف الكولة برضو في ناس يروح يقولك ايه باولينا وكرياتينين لا وظيفة الكل باولينا كرياتينين يوريك أسد اللي هو النقرص والسوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم كل ده دي اسمها عشان أقول أنا عملت وظيف كلا أو كلا وبيضاف إليهم كمان أن أنا أعمل تقدير لنسبة الزلال في البول مش تحليل البول لا قيس أتقدير نسبة الزلال في البول ده من الدم برده؟ من عينة بول من عينة بول أوكي دي بأسماها كده وظيفة ايه؟ الكولة عايزة تطمن على دهون الدم هعمل الكوليسترول دهو الكوليسترول والدهون السلسية أبوث ثلاث هاجات تانية برده وبيقف لغاية هنا ما ينفعش لا ده كده قلنا يا أيها اللذين أمانوا ما قلناش حتى لا تقرروا الصلاة نحن تلعنا بنلعب طول الفترة اللي فاتح فبنهزر أبص لقي المريض جاي يقولي أنا عملت على الدهون فقصت الكوليسترول والدهون السلسية ما يفتش حاجة لازم الكوليسترول والدهون السلسية والكوليسترول الجيد اللي هو الـ HDL والكوليسترول الدار اللي هو الـ LDL وحاليا أضيف ليهم تحليل اسمه نان LDL